وعلى أن نتفق في الدين في كتاب الله في الأهالي النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بالخير يفقه بالدين أحسن الله إليكم يتأخر بعض الشباب عن الزواج من دون سبب فما هي نصيحتكم لهم وما هي نصيحتكم للآباء الذين يبالغون في المهور وتكاليف الزواج والله الذي يتأخر عن الزواج بلا سبب ننصحه بأن يُراجع الطبيب المشروع يا أحبة للمسلم أن يُبادِر بالزواج وهذا أمرٌ شرعي وليس عادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج فإن لم يستطِع فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر فإن لم يستطِع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يُخاطِب الشباب يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة من كانت عنده القُدرة على النكاح فليتزوَّج فإنه أحصن للفرج وأغضُّ للبصر ومن لم يستطِع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني أنه يُضعِف الشهوة في نفسه فالنصيحة لمن كان قادرًا على الزواج أن يمتثِل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر أمرُ إرشاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصلحته عائدةً إلى الإنسان والخيرُ في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أما من كان لا يستطيع فعليه بلُزوم الطاعة والإكثار من الصيام وأما النصيحة للأولياء فهي تيسيرُ أمر النكاح فإن أمر النكاح فيه حفظٌ للأعراب وليس من كرامة المرأة أن يُغلى مهرُها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يُغلي في مهر نسائه ولا بناته وأعظمُ النساء بركة أيسَرُهنَّ مَأُونَة فمن بركة الزواج أن يكون المهرُ مُيسَّرًا كيف ونحن اليوم نرى أن النساء يكثُرن وأن كثيرًا من البنات يَقْبَعْنَ في بُيُوتِ آبَائِهن لم يتزوَّجِن وإن من الظُلْمِ البَيِّن والمعصية أن يَعْضُلَ الوليُّ المرأة الضعيفة من أجل مصلحته كأن يُريد أن يأخُذ مُرتَّبَها لعددٍ من السنين أو يَنتَظِر أن يَكْبُرَ إِبْنُ أَخِيه الصَّغِير ليُزوِّجَهُ بِهَا فهذا لا يجوز والولاية ولايةُ رعاية وليست ولاية تَسَلُّط والله سيَسَأَلُ كلَّ من استرعاه رعيةً عن رعيته فليُعدَّ لنفسه الجواب